كسبتش لنشوف رأيي كابتن سيد عب حفيز وهو على كرسي المحلل الاهل خرج من البطولة صحيح لكن كمان لسه احنا يعتبر في بداية موسفى في خمس بطولات على الاهل ان هو يخرج من الحالة اللي هو فيها يخرج من الحالة الانكسارة او حالة مش عايز اقول الاحباط الشروط التاني مغير تماما عن الشروط الاول خالص ودي واحدة مش من عادات النادي الاهل يعني حتى لو في الشروط الاول سوق التوفيق رهيب جدا لكن مفيش استسلام الفرق ما بين الشروط الاول والتاني يبين لك ليه ما تشرح كده الشروط الاولاني 12 محاولة للاهل 12 محاولة غير ركلة الجزاء منهم خمسة صحاح خمسة صحاح غير ركلة الجزاء الشروط التاني اربع محاولات فقط للاهل منهم واحدة صحيح بس شروط الحاسم يعني طبعا فيه سوق حظ رهيب جدا في ريدا سليم رب ناش فيه لكن فيه واحدة من مكاسب اللقاء الاول ارجل واحد في الملعب المصرية هو اكرم توفيق دايما اكرم دايما اكرم حالة خاصة اكرم اللاعب الوحيد اللي في الاهلي اللي يفرج معاك لا انا انا يعني مش ارفع القبعة بس انا اقول له يا ابني ربنا يحميك ويحفظك ربنا يحميك ويحفظك من كل حاجة طيب اذا ده ده اللي كنا بنقوله تقييم الكابتن اكرم جاء دي اول ماتش له وقدى بهذا الروح وهذا القتال ها فالناس مقدارة ده كلنا نعمل كده مش معنى كده ان اللاعبه بتاعتنا ما بتعملش كده معظم بيعمل كده على فكرة واللي ما بيعملش كده لازم يعملش كده لازم ما يستسلمش اللي وجد نظره بقى ويقعد حسابات خليه تعرف والله كلمة الاهلي فوق الجميع تحل مشاكلنا كلنا انه يقدم مصلحة الاهلي فوق كل اعتبار اللي هي مصلحته نطلع لفاصل اخير وبعد الفاصل نشوف كلام تاني